إلى الواجهة يعود التصعيد بين الفصائل المسلحة العراقية والقوات الأمريكية ليمثل مبعث قلق على المستوين الشعبي والرسمي من توتر أوسع قد يجر العراق إلى ما لا يحمد عقباه فعقب توتر حذر رافق الهدن في قطاع غزة عودت جماعات مسلحة منضوية في الحجر الشعبي لتصاعد ضد القوات الأمريكية ولكن كان هذه المرة ضد أهداف في السورية ولم تكت تنفذ هذه القوى المسلحة الهجوم حتى باغتتها القوات الأمريكية برد ساحق أتى على خمسة من عناصر مجاميع المسلحة العراقية تبين في وقت لاحق أن هؤلاء المسلحين ينتمون لحركة النجباء الممثلة في الحجر الشعبي العراقي وهنا تكون الحكومة العراقية في مأزق آخر يتمثل في قدرتها على ضبط إيقاع هذه المجموعات فالرد الأمريكي على هذه القوى جاء في عقاب تحذيرات توعدت المجاميع المسلحة الموالية لإيران من رد مباشر بعد أن منح البنتاجون القوات الأمريكية الضوء الأخضر للرد على منفذي الضربات هذا الموقف وقدت عليه السفيرة الأمريكية في بغداد التي جددت حق بلدها في الدفاع عن القوات الأمريكية التي تتعرض لحجمات من الميليشيات وأمام ما حدث جددت الفصائل المسلحة موقفها الداعي للانتقام من القوات الأمريكية الموجودة أصلا بدعوة من الحكومة العراقية وأمام هذا المشهد تبقى الساحة العراقية مفتوحة على احتمالات التصعيد بينما لم تستطع السلطات الحكومية وضع حد لهذه المجاميع التي تقوض الأمن القومي العراقي